في الكهف الشريف أيضاً في الجزء نفسه في الجزء الثامن من الطبعة نفسها إنه الحديث الثاني والعشرون خطبة لأمير المؤمنين أيضاً خطبة أخرى هذه الخطبة تأتي مذكورة في الكهف الشريف بعد الخطبة التي قرأت عليكم ما قرأت منها قبل قليل أقرأ بعضاً من عبائرها وقد قرأتها عليكم في الحلقات المتقدمة لكنها ترتبط بحديثنا الذي نحن بصدده الآن أمير المؤمنين هكذا يبدي أسفه فيقول وَوَا أَسَفَا وَوَا أَسَفًا من ثعلات شيعة من بعد قرب مودتها اليوم اليوم في أيام حياته فالشيعة كانوا قليلين وكانت المودة طافحة بينهم كانوا قلة وَوَا أَسَفًا وَوَا أَسَفًا من فعلات شيعة من بعد قرب مودتها اليوم كيف يستذل بعدي بعضها بعضاً الأمير حين يقول بعد فهو لا يتحدث عن زمان قريب بعده في زمان الأئمة مثلاً ربما يصدق هذا في بعض المقاطع لكننا إذا قرأنا الخطبة إلى آخرها فإن الأمير صلوات الله وسلامه عليه يتحدث عن أوضاع الشيعة هذه في زمن قريب من ظهور الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه لأن أمير المؤمنين بعد ذلك يقول ولا عمري أن لو قد ذاب ما في أيديهم لدنا التمحيص للجزاء وقرب الوعد وانقضت المدة وبدى لكم النجم ذو الذنبي من قبل المشرق ولا حلكم القمر المنير القمر المنير يشير إلى الحجة بن الحسن ولعمري أن لو قد ذاب ما في أيديهم لدنا التمحيص للجزاء وقرب الوعد وقرب وعد وانقضت المدة مدة الغيبة وبدى لكم النجم ذو الذنبي من قبل المشرق ولاح لكم القمر المنير إلى آخر ما جاء في خطبته الشريفة أنا لا أريد أن أقف عند هذه الكلمات لكنني اقتطعتها لكم من خطبة الأمير كي أبين لكم من أن سيد الأوصياء يتحدث هنا عن فتن في زمان الغيبة في وقت قريب من فترة الإرهاصات والعلامات فهذا النجم المذنب من العلامات التي ذكرت في الأحاديث والروايات والتي ستقع في زمان قريب من زمن ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه أعود إلى ما قاله أمير المؤمنين متأسفا ووأسفا ووأسفا من فعلات شيعة من بعد قرب مودتها اليوم في زمانه في زمان الأمير كيف يستذل بعدي بعضها بعضا وكيف يقتل بعضها بعضا لماذا 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 يستذل بعضها بعضا ويقتل بعضها بعضا لأنهم رايات لأنهم أحزاب لأنهم متشتتون الإمام يقول المتشتتة غدا عن الأصل الأصل هو الحجة بن الحسن مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين يا علي يا علي أنت أصل الدين ومنار الإيمان أنت أصل الدين أصل ديننا هو الحجة بن الحسن فماذا نفعل لمراجع حوزة الطوسي الذين جاءون بأصول دين من النواصب من الأشاعرة والمعتزلة وقالوا لنا من أن أصول الدين خمسة كذابون السفلة يضحكون على الشيعة إن أصول الدين عندهم ثلاثة هي أصول الدين عند الأشاعرة النواصب أما العدل والإمامة فهما من أصول المذهب من فروع الدين ولذا فإن الذي ينكر الإمامة لا يخرج من الدين الذي ينكر المعاد يخرج من الدين لماذا لأن المعادة من أصول الدين من أصول دين الأشاعرة من أصول دين السقيفة الذي ينكر الإمامة لا يخرج من الدين لماذا؟ لأن الإمامة ليست من أصول الدين وإنما هي من أصول المذهب يعني من فروع الدين يضحكون عليكم هؤلاء السفلة السرسرية الذين يقال لهم آيات الله العظمى هؤلاء هم الذين شتتوا الشيعة عن الأصل هذا هو الذي أقوله لكم هذه الرايات نتاج النجث نتاج السفاهة نتاج أولئك المرجئ الذين كذبوا علينا وقالوا لنا من أننا نواب لصاحب الزمان منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين يكذبون علينا يقولون لنا نحن نواب لصاحب الزمان وهم نواب للشيطان هم عباد لأهوائهم مثل ما قال أمير المؤمنين الأهواء تتبع والأحكام تبتدع وفي ذلك يوالي رجال رجالا يتخذونهم حميرا ديخيين مثل ما يقول كمال الحيدري والله هذا واقع الشيعة هذا هو واقع الشيعة وواء أسفا وواء أسفا من فعلات شيعة من بعد قرب مودتها اليوم كيف يستذل بعدي بعضها بعضا وكيف يقتل بعضها بعضا المتشتتة غدا عن الأصل من الذي شتت الشيعة عن إمامهم هؤلاء السفلة في النجف وكربلة قالوا لهم نحن نواب له وتوجهوا إلينا الشيعة توجهت إليهم وتركت الإمام صلوات الله عليه وهم كذابون سفلة دجالون حقراء لا هم بنواب ولا هم بقنادر هل من المنطقي أن الإمام الحجة ينصب نوابا عنه لا يحسنون لغة البلاد التي يكونون فيها نوابا وحتى الذين من العربي هل من المنطقي أن صاحب الزمان ينصب نوابا عنه يكون بيانهم وحديثهم بائسا علماء الوهابية وعلماء الأزهري يفوقونهم مراتب ومراتب ادخلوا على قناة أزهري التي هي قناة الأزهر الفضائية وقارنوا بين المتحدثين فيها وبين المتحدثين في قناة السيستاني مثلا قناة كربلا أو في قناة الأنوار التي هي قناة الشيرازيين قارنوا بين قنوات السيستانيين وقنوات الشيرازيين مع قنوات الأزهريين والوهابيين ستجدون فارقا كبيرا في مستوى المعلومات وفي مستوى البيان فهل يُعقلوا أن نصحب الزمان الذي يريد أن يُثبت حقه للعالم أجمع يُنصب نوابا إما أنهم لا يُحسنون لغة البلد الذي يعيشون فيه ويكونون نوابا فيه أو أنهم حتى لو كانوا عربا لا يصلون إلى ربع مستوى علماء الوهابية وعلماء الأسهر الذين لا يقولون نحن نواب للصحابة مثلا هؤلاء نواب صاحب الزمان هل هذا الكلام منطقي إما أن صاحب الزمان لا وجود له وتلك أكذوبة كذبت علينا وإما أن صاحب الزمان هو الآخر لا يُحسن الكلام هو الآخر سفيه كهؤلاء السفهاء وهذا لا يمكن أن يكون الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو الإمام لا أحتاج للحديث عن كماله وعن عظمته اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها الإمام هو أعظم العظمة الإلهية إذن بقي الإحتمال الثالث ذولة سرسرية وسفلة وكذابين وهتلية لا هم علماء ويفتهمون ولا هم خطباء ويملكون البلاغة والبيان ولا هم نواب صاحب الزمان مجموعة شياب هتلية يضحكون على الشيعة منذ سنة أربعمائة وثمانية وأربعين وإلى الآن المتشتتة غداً عن الأصل هؤلاء هم الذين شتتوا الشيعة المتشتتة غداً عن الأصل أبعدوهم عن إمام زمانهم النازلة بالفرع الإمام يبدي أسفه على شيعته وليس على هؤلاء هؤلاء لن تكون عاقبتهم أنهم من شيعة علي وآل علي إذا ظهر الإمام سيحاربونه وسيقتلون بسيفه المقتول بسيف الإمام هل هو من شيعة الإمام المتشتتة غداً عن الأصل من الذي شتت الشيعة هؤلاء هم النازلة بالفرع الشيعة تشتت عن الأصل تشتت عن إمامهم وأين نزلوا نزلوا بالفرع وبفرع كاذب إنه يدعي أنه نائب للأصل الشيعة من غبائها تركت الأصل وما بحثت عنه وتمسكت بهذا الفرع الكاذب النازلة بالفرع المؤمنة الفتحة من غير جهته لأنه كذاب هذا الفرع الشيعة تتأمل الفتحة والنصر والفوز من هذه الجهة لكنهم يتأملون من جهة باطلة بالضبط مثل ما حدثنا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى يتعلمون بعضا من علومنا الصحيحة ثم يضيفون إلى هذا الذي تعلموه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوهم هذا هو الذي جرى عبر القرون الماضية ولا زال يجري إلى هذه اللحظة وهذا كلام الأمير واضح وواضح جدا ووأسفا ووأسفا من فعلات شيعة أنا لا أقرأ عليكم من كتب الوهابيين ولا أحدثكم بالمنامات هذا هو الكافي الشريف وهذا كلام أمير المؤمنين وهذا تأريخ الشيعة وهذا واقع الشيعة فأين الخلل الخلل في الكافي الخلل في حديث الأمير صلوات الله عليه أم أن الخلل في الواقع الشيعي ووأسفا ووأسفا من فعلات شيعة من بعد قرب مودتها اليوم كيف يستذل بعد بعضها بعضا وكيف يقتل بعضها بعضا ما هي أوصافهم هؤلاء الشيعة الأمير يستمر في كلامه المتشتتة غدا عن الأصل الأصل هو الإمام تشتت عنه ابتعد عنه وحينما تتحدث قناة القمر عن معارف الإمام يقولون عنها ماسونية بينما هؤلاء المعممون الذين يمثلون المرجعية في النجف يخرجون على الفضائيات أو على المنابر يضرطون من أفواههم يضرطون ضراط وهذا الضراط المرجعي تقول الشيعة عنه هذا فكر أهل البيت فكر أهل البيت الحقيقي الذي يطرح في هذه القناة يقال عنه فكر ماسوني وضراط مراجع النجف عبر الفضائيات الذي جاءوا به من العيون الكدرة القذرة النصبية وضراط خطباء المنبار الذي جاءوا به من مراجعهم الأغبياء السفهاء يقولون عنه هذا فكر أهل البيت المتشتتة غدا عن الأصل النازلة بالفرع نزلوا عند نواب الإمام ولكنهم كذابون لذا ماذا يقول الإمام المؤملة الفتح من غير جهته يستمر حديث الأمير كل حزب منهم كل حزب منهم أخذ بغصن قال هذا صنمي هذا قائدي كل حزب منهم هذه هي الرايات قد تسألني كيف أقول عن مجموعة من أنها راية من الرايات هناك علامة وضعها لنا أئمتنا هناك أكثر من علامة لكنني سأخبركم عن علامة واحدة يمكنكم من خلالها أن تقولوا هذه المجموعة هي راية من الرايات المجموعة التي لها قائد يقودها يدعو إلى نفسه والمجموعة تدعو إلى قيادته أن يكون قائدا للناس هذه راية فكل مجموعة لها قائد القائد يدعو لنفسه ما هي ميزة اليماني الذي امتدحته أحاديث العطرة إنه يدعو إلى صاحبكم لا يدعو إلى نفسه هذه ميزة اليماني الخراساني لم يمتدح كما امتدح اليماني لماذا لأن الخراساني يدعو إلى نفسه أيضا هذا هو السبب في عدم امتداح الخراساني مثل ما امتدح اليماني وهذا هو السبب الذي جاءت الأوامر من الأئمة أن نكون مع اليماني ولم تأتي الأوامر من الأئمة أن نكون مع الخراساني الخراساني رايته ممدوحة رايته مهتدية الكون مع هذه الراية هو كون على خير لكن الأئمة ما أمرونا أن نلتزم بالخراساني مثل ما أمرونا أن نلتزم باليماني الفارق هنا فإن اليماني دعوته إلى صاحبكم دعوة خالصة مخلصة بينما الخراساني دعوته ليست بنفس الإخلاص والخلوص الذي عليه دعوة اليماني هذا هو الفارق اليماني يدعو إلى صاحبكم لا يدعو إلى نفسه إذا أردتم أن تعرف مجموعة هل هي من الرايات المشتبهة في واقعنا الشيعي فانظروا هل لها من قائد هل هذا القائد يدعو لنفسه إذا كان القائد يدعو لنفسه وجماعته تدعو بنفسه دعوة قائدها لإمامته وقيادته فهذه راية ووأسفا ووأسفا من فعلات شيعة من بعد قرب مودتها اليوم كيف يستذل بعدي بعضها بعضا وكيف يقتل بعضها بعضا المتشتتة غدا عن الأصل النازلة بالفرع يكذبون هلينا من أنهم فروع عن صاحب الزمان لكن الإمامة بين الحقيقة المؤملة الفتحة من غير جهته كل حزب منهم آخذ بغوص أو أخذ بغوص أينما مال الغصن مال معه الغصون فروع كل حزب منهم آخذ بغصن أينما مال الغصن مال معه إلى أن يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وَلَعَمْرِي وَلَعَمْرِي لَيُضَاعَفَنَّ عَلَيْكُمُ تَيْهُ مِنْ بَعْدِي أَضْعَافَ مَا تَاهَتْ بَنُو إِسْرَائِيلِ وهذا هو الذي نحن من الذي فعل بنا ذلك إنهم المراجع المرجئة البترية سيصرون على إضلالكم أنا لا أقول لكم صدقوا كلامي أقول لكم دققوا بأنفسكم لا شأن لكم بي أنا واسطة لنقل المعلومات إليكم سأنقل المعلومات وأقول لكم في أمان الله لا شأن لي بكم ولعمري ولعمري ليضاعفن عليكم التيه من بعدي هذه بعدي هي بعدي التي ذكرت قبل قليل في الزمان نفسه مثل ما قال كيف يستذل بعدي بعضها بعضا وكيف يقتل بعضها بعضا فهذه بعدي هنا هي بعدي هنا إنه المقطع الزماني نفسه والذي يكون قريبا من زمان الظهور ولعمري الإمام أيضا يقسم مرة أخرى ولعمري أن لو قد ذاب ما في أيديهم لدن التمحيص للجزاء وقرب الوعد وانقضت المدة قرب وعد الظهور وانقضت مدة الغيبة وبدأ لكم أن نجمذ الذنب من قبل المشرق ولاح لكم القمر المنير ولاح لكم القمر المنير هذه مرحلة العلامات من خلال العلامات يلوح لنا القمر المنير لاح لكم القمر المنير التلويح يكون من بعد فحينما يخرج علينا أن نجمذ الذنب من قبل المشرق فإننا في مرحلة العلامات والتي تبدأ واضحة في رجب العلامات حينما يخرج السفياني في سوريا واليماني في اليمن والقراساني في إيران وتبدأ العلامات تترى نظام كنظام الخرس كما يقول أئمتنا يتبع بعضه بعضا نظام كنظام الخرس ولاح لكم القمر المنير عن بعد من خلال العلامات هنحن في المقطع الزماني نفسه ألا تلاحظون ذلك هل أقوم بتحريف للروايات هل أقوم بعملية لي لأعناق الروايات والله لا أفعل هذا ولا أريد أن أفعل هذا الروايات هي التي تأخذني وما خرجت عن قواعد الأدب العربي وعن البلاغة العربية في الفهم والاسترسال في حديث هذه كتبنا الأصلية هذا هو الكافي هذا هو الكافي الشريف والشريف والشريف لو أبقى أقول عنه في وصفه الشريف الشريف والشريف حتى تنقطع أنفاسي لما وفيت بجزء يسير من حقه هذا هو الكافي هذه أحاديث الأئمة هذا كلام محمد وأهل محمد بل هذه زبدة كلامي محمد وأهل محمد جمعها الكليني في الكافي أكثر من مئتي مصدر أكثر بكثير من مئتي مصدر جمعها الكليني من الكتب الأصلية التي ألفت زمان الأئمة أخذت من أفواه الأئمة بشكل مباشر وكتبت جمعها الكليني واستخلص لنا منها هذا الكتاب الكافي زبدة أحاديثهم الكافي يفوح بعطرهم في كل رواياته قطعاً لا أتحدث عن كتاب معصوم إنني أتحدث عن كتاب هو أقرب إلى العصمة في مضامينه لو كان قد صدر بشكل مباشر من المعصوم لكان كتاباً معصوماً لكن أيدي الشيعة تداولته من هنا إذا ما لحق به خلل فإن الخلل قد لحق به من الذين نقلوه من الذين حدثوا به من الذين نسخوه مني ومن أمثالي عبر التاريخ أعتقد أن صورة باتت واضحة وواضحة جداً لكنني أذكركم بكلام الأمير وهو يقول ولعمري ليضاعفن عليكم التيه من بعد أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل نذهب إلى فاصل عن هشام بن سالم عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه حيث قال ما يكون هذا الأمر حتى لا يبقى صلف من الناس إلا وقد ولوا على الناس حتى لا يقول قائل إن لو ولينا لعدلنا ثم يقوم القائم بالحق بالحق والعدل وعن أبي بصير عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه يقوم القائم في وثر من السنين تسع واحدة ثلاث خمس وقال إذا اختلفت بنو أمية ذهب ملكهم ثم يملك بنو العباس فلا يزالون في عنفوان من الملك وغضارة من العيش حتى يختلفوا فيما بينهم فإذا اختلفوا ذهب ملكهم واختلف أهل الشرق وأهل الغربي نعم وأهل القبلة ويلقى الناس جهد شديد مما يمر بهم من الخوف فلا يزالون بتلك الحال حتى ينادي مناد من السماء فإذا نادى فالنف النف فوالله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس بأمر جديد وكتاب جديد وسلطان جديد من السماء أما إنه لا يرد له رائت أبدا حتى يموت لازلت مع هذا الحديث الخطير ولترفعن إثنة عشر راية مشتبهة لا يدر أي من أي مثل ما قلت لكم الراية هي المجموعة التي لها قائد لها شيخ زعيم يدعو إلى نفسه يدعو إلى قيادته فابحثوا في الواقع الشيعي قطعا البداية ستكون من المراجع لأن المراجع كل واحد منهم يدعي كذبا أنه نائب صاحب الزمان لكنه لا يدعو إلى صاحب الزمان مطلقا مطلقا إلى أن يموت كل مرجعية تدعو لنفسها فقط وكل مرجع يدعو إلى نفسه فقط أما الميليشيات الأحزاب المنظمات الكيانات السياسية نحن نتحدث في جونا الشيعي الديني كل واحدة منها تنتمي إلى مرجعية رايتها التي ترفعها وقائدها الذي يكون على سبيل المثال عضوا في البرلمان العراقي هذا ما هو بإمام إمامه المرجع إلا إذا جعلوا لنفسهم كيانا خاصا بهم وصرحوا من أنهم لا علاقة لهم بالمرجعية وهذا شيء لا وجود له في الواقع الشيعي الديني حزب الدعوة مثلا حزب الدعوة حزب قطبي رافض في حقيقته للمرجعية والعمامة في واقعه الحقيقي لكنه يعلن انتماءه للمرجعية بشكل واضح فهو حزب له مرجعيته الدينية وسياسيا ينتمي للمرجعية السيستانية انتماءه الديني إلى مرجعية محمد حسين فضل الله هو ينتمي إلى هذه المرجعية أما انتماءه السياسي في العراق فهو ينتمي إلى المرجعية السيستانية لا يخرج عن أجواء المرجعية دينيا وسياسيا فكل الأحزاب كل المجموعات كل التنظيمات كل الميليشيات حتى لو كان لهذا الحزب أو تلك المنظمة أو هذه الميليشيا أو تلك المجموعة كان لها من قائد سياسي يتحدث باسمها هو في الحقيقة ظلال لإمامه الذي هو المرجع الديني الذي يرتبط به صدقا كذبا بالنتيجة هذه هي الرأية هي رأيات مشتبهة رأيات مشتبهة يعني فيها الخداء وفيها التضليل وفيها الكذيب وأحدهم يغدر بالآخر وأحدهم ينصب الكمائن للآخر وأحدهم يؤسس المقالب للآخر وأحدهم يسرق من الآخر وأحدهم سيقتل الآخر ويفعلون ما يفعلون فيما بينهم إنها رأيات ضلال مشتبهة لكن مردها إلى مرد الجميع إلى مراجع النجف وكربلا فأصحاب الرايات هم المراجع هم المراجع القادة السياسيون لا يقدمون لأحزابهم عقيدة دينية ولا يصدرون لأحزابهم فتاوى دينية يأخذون عقائدهم الدينية ويأخذون الفتاوى السياسية من مراجعهم المراجع هم أصحاب الرايات وهم الذين يدعون لأنفسه هل رأيتم مرجعا في النجف أو كربلا لا يدعو لنفسه فقط كل المراجع كل واحد منهم يدعو لنفسه فقط أما صاحب الزمان فهذه قضية منسية بالكامل لا علاقة لهم بصاحب الزمان وهم يعلمون علم اليقين فيما بينهم وبين أنفسهم لا علاقة لهم بصاحب الزمان ولا معرفة أساسا لهم بصاحب الزمان هذه الحقائق التي أحدثكم عنها الآن ما هي موجودة في كتبنا ومنذ زمان الأئمة وهذه الكتب موجودة في مكتباتهم صدقوني يتابعون هذا البرنامج لأجل أن يعرفوا ماذا سيصنعون في حربهم لصاحب الزمان صدقوني هكذا أنتم لا تصدقون كلامي ماذا أصنع لكم إنهم يتابعون هذه البرامج كي يعرفوا كيف يخدعون الشيعة صدقوني هكذا يتابعون هذه البرامج لا أتحدث عن شخص واحد بعينه أنا أتحدث عن الجميع أتحدث عن جميع المراجع أصحاب الرايات هذا الكلام أوجهه للذين يصدقون حديثي فقط صدقوني يتابعون هذه البرامج وبعناية تام لماذا لأنهم يجهلون هذه الحقائق ويسمعون بها لأول مرة وهي موجودة في الكتب في مكتباتهم لأنهم لا علم لهم بثقافة العطرة مطلقا هؤلاء أناس ما هم بشيعة هؤلاء يصبغون أنفسهم بصبغة شيعية أما مضمونهم العقائد مضمونهم الفتواء مضمون مرجعي بتري طوسي شافعي أشعري معتزلي هذه هي الحقيقة التي تتجلى في كتبهم وفي دروسهم وفي أجوبتهم على أسئلة الشيعة لكنهم استحمروا الشيعة استحمروا الشيعة تمام الاستحمار هذا هو الواقع الشيعي هؤلاء يتابعون هذه الحلقات وبدقة وبشغف لأجل أن يعرفوا ماذا سيتعلم الشيعة من قناة القمر حتى يخطط لتضليله صدقوني 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 أنا لا أتحدث عن الجميع لكنني أتحدث عن أكثر من تسعين بالمئة منهم يفعلون هذا هذا الكلام لا أقوله تحليلا إنني أتحدث عن حقائق إنني أتحدث عن دقائق أنا لا أتحدث هكذا ظنا أو هكذا احتمالا أنا أتحدث عن معلومات دقيقة ماذا سأقول لكم أكثر من هذا هذه الرواية بحاجة أن نقف عندها طويلا هذه الرواية تنطبق الآن على واقعنا لا أريد أن أقطع من أنها تنطبق على واقعنا بدرجة مئة بالمئة ولكنكم خذوا هذه المضامين وضعوها على أرض الواقع في أجوائنا الشيعية بشرط أن تفقه مضمونها سأقف عند هذه النقطة أليس تستبان الأشياء من أضدادها ماذا قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه ولتكفأ كما تكفأ السفينة في أمواج البحر لا ينجو لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب الإيمان في قلبه وأيده بروح منه هذا هو الذي ينجو فتعالوا كي نقف عند مواصفات هذا الناجي السفينة السفينة تتكفأ بين أمواج البحر وهاهم يتساقطون من السفينة غرقا الذين سيمكثون في السفينة ناجين هم هؤلاء لا ينجو لا ينجو كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أولا ولتكفأن كما تكفأ السفينة في أمواج البحر هناك غارقون وهناك ناجون لا ينجو لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه هذا أولا وكتب الإيمان في قلبه هذا ثانية وأيده بروح منه هذا ثالثا هؤلاء الناجون المهتدون ولترفع عن إثنة عشرة راية مشتبهة لا يدر أي من أي يعني أن أصحاب الرايات هذه لا أخذ الله ميثاقه ولا كتب الإيمان في قلوبهم ولا أيدهم بروح منه ما هو هذا الواضح في الرواية الإمام الصادق حدثنا عن أن الواقع الشيعية سيتكفأ يمينا وشمالا مثل ما جاء الوصف من أننا سنساط سوط القدر حتى يعود أعلانا أسفلنا وحتى يعود أسفلنا أعلانا هذا هو سوط القدر الذي سيجري علينا سنساط سوط القدر حتى يعود أعلانا أسفلنا وحتى وحتى يعود أسفلنا أعلانا تتكفأ تتكفأ السفينة يتكفأ واقعنا الشيعي في الفتن العميقة والشديدة الناجون من هم هذه أوصافهم لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه أولا وكتب الإيمان في قلبه ثانيا وأيده بروح منه ثالثا أضدادهم من ولترفعن ولترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي أصحاب الرايات المشتبهة من القادة والأتباع هم كلهم خليون من هذه الأوصاف فلا أخذ الله ميثاقهم ولا كتب الإيمان في قلوبهم ولا أيدهم بروح منه تستبان الأشياء بأضدادها أريد أن أحدثكم عن مواصفات الناجين وبعد ذلك أعود إلى الغارقين إلى الهالكين إلى الرايات المشتبه من أخذ الله ميثاقه الميثاق الأهم في ديننا ميثاق الغدير هل يحتاج هذا إلى دليل لقد حدثتكم كثيرا عن هذا الموضوع وسأعود بكم إلى الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هذا هو الميثاق الأعظم أي ميثاق أعظم من ميثاق إذا لم يؤخذ من الإنسان فإن الدين بكل تفاصيله بتوحيده بنبوته بقرآنه بمعارفه بأحكامه بكل تفاصيله لا يعد بشيء وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين هذا هو الميثاق الذي إذا لم يكون الإنسان وفيا له سيكون كافرا بفتوى من الله وليس من المرجع إن الله لا يهدي القوم الكافرين مراجعكم المرجعة هكذا يقولون إن الذي ينكر بيعة الغدير لا يخرج من الدين وإنما يخرج من المذهب لأن بيعة الغدير من الفروع وليست هي بحسب القرآن بحسب القرآن هي أصل الأصول وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وأول الرسالة التوحيد التوحيد يتلاشى أمام بيعة الغدير هذا قرآن هذا قرآن له مجال للنقاش فيه والآية واضحة صريحة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين مراجع النجاف من السيستاني إلى البقية والذين ماتوا والذين سيأتون هكذا يصدرون الفتاوى من أن إنكار بيعة الغدير لا يخرج من الدين الله يقول إن الله لا يهدي القوم الكافرين فهل هؤلاء يمثلون صاحب الزمان وهم يكفرون بالقرآن هؤلاء كفروا بالقرآن هل هؤلاء نواب لصاحب الزمان هؤلاء هذا حكمهم إن الله لا يهدي القوم الكافرين المثاق المثاق الأعظم في حياتنا الدينية والدنيوية أتحدث عنها نحن الذين نقول إننا شيعة لعلي وآل وآل علي المثاق الأعظم بيعة الغدير وبيعة الغدير بيعتان غدير علوي وغدير مهدوي هذه بيعة الغدير وصاحب الغدير المهدوي هو الذي يتحدث عن أكثر مراجع الشيعة ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ففسروا القرآن خلافا لمواثيق بيعة الغدير واستنبطوا العقائد خلافا لمواثيق بيعة الغدير واستنبطوا الفتاوى والأحكام خلافا لمواثيق بيعة الغدير وأسسوا حوزة الضلال في النجاف خلافا لمواثيق بيعة الغدير وبلغوا الدين على المنابر وعبر الخطباء وعبر المدارس وعبر الفضائيات ووسائل الإعلام خلافا لمواثيق بيعة الغدير هل هؤلاء الشيعة ماذا تقولون أنتم لا شأن لنا بهم الرواية تحدثنا عن الناجين لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه أخذ الله ميثاقه لا بد أن يكون قد وفى بهذا الميثاق وإلا كيف يأخذ الله ميثاقه لا بد أن يكون عارفا ببيعة الغدير أنتم أنتم الشيعة لا تعرفون بيعة الغدير بايعتم وأنتم لا تعرفون على ماذا بايعتم ولذا تحاربون قناة القمر وهي تلتزم بمواثيق بيعة الغدير حينما تفسر القرآن لكم بحسب تفسير علي وآل علي تحاربون ها وتطبلون للوائلي ولبقية خطباء المرجعية الذين ينقضون بيعة الغدير في كل حرف يقولونه لأنهم يفسرون القرآن لكم وفقا للمنهج العمري هم ناقضون لبيعة الغدير تطبلون لهؤلاء وتحاربون هذه القناة فأنتم حمير بايعتم ولا تعرفون على ماذا بايعتم ما هو الميثاق الذي وقعتم عليه في بيعة الغدير قناة القمر تعرض لكم العقائد الأصيلة على أن الدين له أصل واحد تقولون هذه بدعة وهذه هي مواثيق بيعة الغدير وتأخذون العقائد من نواصب النجف من سفهاء النجف على أن أصول الدين خمسة وهم لا يقصدونها بالتمام والكمال فأصول الدين عندهم ثلاثة كأصول الأشاعرة النواصب وما بقي من الأصول الخمسة فهي من أصول المذهب من فروع الدين وتقولون هذا هو الحق وأنتم تنقضون بيعة الغدير أنتم يا أصحاب الحسينيات ويا أصحاب المواكب ترفعون صور أشخاص ناقضين لبيعة الغدير وتأتون بخطباء وشعراء ورواديد ناقضين لبيعة الغدير وتبذلون جهودا وتنفقون أموالا لجموع من الناس كي تعلموهم نقض بيعة الغدير في حسينياتكم ومواكبكم هذا هو الذي يجري على أرض الواقع لا تصدقوا كلامي ولكن اذهبوا وابحثوا وتأكدوا أنا لا أطالبكم أن تتبعوني أن تتخذوني إماما أن تتخذوني قائدا أنا لا أريد أن ألعب هذه اللعبة أعرف قذارتها وأعرف أضرارها في الدنيا والآخرة أنا أضع الحقائق بين أيديكم أنتم احترموا عقولكم لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقة لا بد أن يكون عارفا ببيعة الغدير تريدون أن تعرفوا بيعة الغدير عودوا إلى مجموعة حلقات أعرف إمامك كي تعرفوا العقيدة السليمة وفقا لمنهج قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومنهج حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم فقط فقط مع براءة فكرية مطلقة من قذارات مراجع حوزة الطوسي حوزة الضلال وحوزة الجهالة والسفاهة أقولها بكل صراحة وبكل جرعة إنها حوزة الضلال وسفاهة لا يفقهون شيئا من معارف محمد وآل محمد بحسب ما يريدون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما يحدثونكم عنه من أنه من معارف محمد وآل محمد هذا كذب هذه ضلالاتهم وسفاهاتهم وجهالاتهم وقذاراتهم وأوساخهم من علم رجالهم وعلم أصولهم وعلم كلامهم ومن كتب تفسيرهم ومن سائر بدعهم وآرائهم الخرقاء نذهب إلى فاصل عن الحسين بن المختار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود فعند ذلك زوال ملك بني فلان أما إن هادمه لا يبني عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه عام الفتح ينبثق الفرات حتى يدخل أزقة الكوفة عن بدر ابن الخليل الأزدي قال قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه آيتان آيتان تكونان قبل القائم لم يكون منذ هبط آدم عليه السلام إلى الأرض تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان والقمر في آخره فقال الرجل يبنى رسول الله تنكسف الشمس في آخر الشهر والقمر في النصف فقال أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه إني لأعلم بما تقول ولكن هما آهيتان لم تكون منذ هبط آدم عليه السلام ولتكفأن كما تكفأ السفينة في أمواج البحر لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقة مضمون بيعة الغدير بشكل واضح أن نأخذ التفسير تفسير القرآن وأن نأخذ الدين وأن نأخذ العقيدة من علي وآل علي فقط إنها بيعة الغدير المهدوي كما في الرسالة التي بعث بها إلى الشيعة طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا وقد أقامني الله وأنا الحجة بن الحسن الغدير العلوي هو هو الغدير المهدوي طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا وقد أقامني الله وأنا الحجة بن الحسن لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وماذا بعد وكتب الإيمان في قلبه الإيمان ولا يتعليه ولا شيء وراء ذلك الإيمان في ثقافة العترة ولا يتعليه بصريح كلماته بصريح عبائره وكتب الإيمان في قلبه إذا ما كتب الإيمان في قلب فلن ولن ولن تزول تلك الكتابة إذا ما كتب الإيمان في قلوبنا هذا يعني أننا قد وفقنا أن نفوز بضمان بضمان الإيمان أما القلوب التي تحب علي وآل علي وما كتب حب علي وآل علي فيها هذه القلوب بين بين هذا هو الإيمان المستودع ربما يبقى وربما يزول القلوب التي إيمانها سيبقى ثابتا لن يتزحزح هي القلوب التي يكتب الإمام الإيمان فيها لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب الإيمان في قلبه الذي يأخذ الميثاق مني ومن غيري هو إمامي والذي يكتب الإيمان في قلبي وفي قلب غيري هو إمامي هو الحجة بن الحسن هو وجه الله ما هكذا خاطبه أين وجه الله الذي إليه إليه يتوجه الأولياء في دعاء الندبة الشريف وفي الزيارة الجامعة الكبيرة من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب الإيمان في قلبه وأيده أيده بروح منه القرآن يحدثنا عن هذا المضمون في سورة المجادلة وهناك من يقرأها المجادلة في سورة المجادلة أو المجادلة في الآية الثانية والعشرين بعد البسملة وهي آخر آية في السورة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون هؤلاء هم الناجون لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب الإيمان في قلبه وأيده بروح منه إنهم أصحاب البراءة الفكرية والعاطفية والعملية والقولية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الموادة هي أكثر من العاطفة إنها البراءة الفكرية أولا وبعد ذلك تأتي البراءة العاطفية العملية القولية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم هؤلاء الذين يطهرون أنفسهم التزاما بالمواثيق فميثاق بيعة الغدير اللهم والي من والا وعادي من عادا وانصر من نصر واخذ من خذل ميثاق بيعة الغدير هذا علي يفهمكم بعدي هكذا بايعنا رسول الله هذا علي يفهمكم بعدي لا تأخذ التفسير إلا من علي وآل علي هذه مواثيق بيعة الغدير تعرفونها أو لا أم أنكم بايعتم بيعة الحمير من دون أن تعرفوا مضامينها بيعة الغدير هل بايعتم بيع شيعي حكيم خبير أم بايعتم بيع أتباع المراجع الحمير كيف بايعتم ما هم أتباعه المراجع هم حمير رجاء 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 أعيد بث الوثيقة الدخية ما رد أجيب الأسوان واحد قال لي أدر على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لأخر بابا ما توصل للنوبيلية قال توصل اطمئنن تركبهم يعني بش اش يعرف تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عبارة واحد من الأعلام قبل خمسة قلت مستعجب مستعجب تركب يعني قلاغة أغميشيني كما تقول قلاغة أغميش جيمي تبغل أغميش كان حركة فقوش ديخ عرفي فقوش ونس عبارة كنا على ثقو وكلكم تعرفونا لأنه مالي أجيب الأسم عرفة قال تركب مثل ما فقب نعم والله ديخ ومش لا معلم إجمالي هذا هو واقع الشيعة لا فلواقع الشيعة هذا هو الله هذا واقع الشيعة فهل بايعتم بيعة شيعي حكيم خبير أم بايعتم بيعة أتباع المراجع من الديخيين الحمير هذه مضامين بيعة الغدير تعرفونها أو لا تعرفونها أو أنكم تعرفونها وبعد ذلك نقطموها أقول لكم إنكم بايعتم بيعة أتباع المراجع الديخيين الحمير ولا تعرفون مواثيق بيعة الغدير ولكنكم تنقضونها باتباعكم لمراجع حوزة النجا في كل شيء في العقائد في التفسير في الفتاوى إنهم ينقضون بيعة الغدير في كل حرف من حروفهم كتبوه أو نطقوا به لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ماذا قالت الرواية ولتكفؤن كما تكفؤ السفينة في أمواج البحر لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب الإيمان في قلبه وأيده بروح منه أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه من هم هؤلاء أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون هؤلاء الذين ينجون هم حزب الله المفلحون إذن هذه الرايات حزب من إنهم حزب الشيطان الذي يناقض حزب الله هو حزب الشيطان من هنا أقول لكم هؤلاء المراجع ما هم نواب لصاحب الزمان هم نواب للشيطان وهذه الرايات راياتهم من هو صاحب الراية الذي يدعو لنفسه هل تعرفون مرجعا في التأريخ أو في أيامنا هذه أو تتوقعون أن مرجعا في قادم الأيام لا يدعو إلى نفسه هذا هو صاحب الراية إنه طاغوت يدعو إلى نفسه يريد أن يعبد من دون الإمام يريد أن يطاع من دون الحجة ابن الحسن السورة نفسها حدثتنا عن حزب الشيطان إنها سورة المجادلة أو المجادلة كما يريد البعض أن يقولها في الآية الرابعة بعد العاشرة بعد البسملة من السورة ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون إلى أن تستمر الآيات حتى نصل إلى الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة وما بعدها استحوذ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إلى آخر ما جاء من الآيات إذن عندنا حزبان حزب الله المفلحون وحزب الشيطان الخاسرون نذهب إلى فاصل عن أبي حمزة الثمالي قال قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول إن خروج السفياني من الأمر المحتوم قال لي نعم واختلاف ولد العباسي من المحتوم وقتل النفس الزكية من المحتوم وخروج القائم عليه السلام من المحتوم فقلت له فكيف يكون النداء قال ينادي مناد من السماء أول النهار ألا إن الحق في عليا وشيعة ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار ألا إن الحق في السفياني وشيعته فيرتاب عند ذلك المبطلون مثل ما قلت لكم عندنا حزب الله المفلحون وعندنا حزب الشيطان الخاسرون المفلحون الذين هم حزب الله مر الكلام عنهم قبل قليل الخاسرون الذين هم حزب الشيطان هذه الآيات تتحدث عنهم مثل ما قلت لكم الآية الرابعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة المجادلة ألم ترى ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون الآية التي بعدها أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون إلى أن نصل إلى الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ولا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ماذا حدثنا أئمتنا في هذه الأجواء وماذا عندنا في روايات وأحاديث محمد وآل محمد صلوات الله عليهم هذا هو تفسير القموي رضوان الله تعالى عليه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة ستمية واثنين وتسعين الآية الآية تلوتها عليكم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم نزلت نزلت في الثاني بحسب روايات أهل البيت نزلت في الثاني إنه عمر الثاني هو عمر نزلت في الثاني لأنه مر به رسول الله وهو جالس عمر جالس عند رجل من اليهود ويكتب خبر رسول الله عمر يكتب ما يقوله ذلك اليهودي من حديث اليهودي عن رسول الله من الأحاديث التي عندهم تخبر عن بعثة النبي نزلت في الثاني لأنه مر به رسول الله وهو جالس عند رجل من اليهود ويكتب خبر رسول الله فأنزل الله جل ثناؤه ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم كان يتولاهم ويأخذ الفكرة منهم من هنا حينما بيّنت لكم ما جاء في وصف المفلحين في وصف حزب الله من أن البراءة التي تتحدث الآية عنها في الدرجة الأولى هي البراءة الفكرية لأن حزب الشيطان هم الذين يفتقرون إلى البراءة الفكرية ما هي هذه آيات القرآن وهذا تأويلهم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم محمد وآل محمد على هذا بايعنا في بيعة الغدير هل تقولون بعد هذا من أن قناة القمر ماسونية كما يشيع محمد رضا السيستاني وأتباعه كما يشيع حزب الدعوة وأتباعه هل تقولون بعد هذا على أساس أن السيستانيين يعتقدون بعقيدة العترة وفقا لمواثيق بيعة الغدير ما هم أكبر الناقضين لها وعلى أساس أن حزب الدعوة عقائدهم قد أخذت من لباب ثقافة العترة الطاهرة قطبيون إلى نخاع عظامهم هذا هو الذي تشاهدونه على شاشة قناة القمر الفضائية تطبيق عملي وعلمي لمواثيق بيعة الغدير فهذه الآية ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم نزلت في الثاني لأنه مر به رسول الله وهو جالس عند رجل من اليهود ويكتب خبر رسول الله فأنزل الله جل ثناؤه ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم فجاء إلى النبي جاء عمر إلى النبي فقال له النبي رأيتك تكتب عن اليهود وقد نهى الله عن ذلك إنها البراءة الفكرية فقال يا رسول الله كتبت عنه ما في التوراة من صفتك ما هو هذا الذي يفعله مراجع النجا وهذا الذي يفعله خطباء النجا وهذا الذي يفعله عامة الشيعة على الإنترنت يعبؤون بحديث النواصب دفاعا عن المذهب عن أي مذهب لا يوجد عندنا مذهب عندنا دين إذا كنتم تعتقدون من أن دين محمد وآل محمد مذهب من المذاهب فأنتم كافرون خارجون من الدين بصريح الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة فقال يا رسول الله كتبت عنه عن هذا اليهودي ما في التوراة من صفتك وأقبل يقرأ ذلك على رسول الله وهو غضبان رسول الله غضبان وهذا يقرأ عليه ما كتبه عن اليهود فقال له رجل من الأنصار قال لعمر وينك أما ترى غضب النبي عليك فقال أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله إني إنما كتبت ذلك لما وجدت فيه من خبرك فقال له رسول الله يا فلان يا عمر قطعا رسول الله ما قال له يا فلان قال له يا عمر هذا هذا ابن عمران ومراجع ومراجع حوزة الطوسي بدرجة مئة بالمئة يا فلان يا عمر لو أن موسى ابن عمران فيهم قائما الآن في زمان رسول الله ثم أتيته رغبة عما جئت به هل الذي جئت به فيه نقص حتى تحتاج إلى كلامهم من هنا دائما أصر على أن الدين يؤخذ فقط من قرآنهم المفسر بتفسيرهم فقط ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم فقط هذا هو منهج قناة القمر الفضائية وهذا هو المنهج القمي الزهرائي هذه هي المقالة القمية الزهرائية التي حدثتكم عنها سابقا وأحدثكم عنها الآن ولا علاقة لهذا بموقف سياسي أو بجغرافيا لبلد معين أو لقومية معينة إنه فكر محمد وآل محمد الأصيل انتهى الوقت ومن انتهى الحديث نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي نكمل حديثنا هذه الحلقات خطيرة خطيرة جدا أتمنى أن تنتفع منها وأن تتابع الإعادة وأن تتدبر فيها وأن تناقش مطالبها فيما بينكم إنني أوجه خطابي إلى أبنائي وبناتي من الجامعيين ومن المثقفين من شباب شيعة الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه صدقوني عيون الإمام إليكم إلى شباب الشيعة لأن أصحاب العمائم أعداء الحجة ابن الحسن الإمام قد غسل يده من هؤلاء عيون قائم آل محمد إليكم إليكم أنتم أبنائي من الشباب الجامعيين من الشباب الذين ينتظرون إمام زمانهم إمامنا الصادق هو الذي قال لنا نحن الذين نبلغ الدين أين أنتم عن الأحداث إنهم شباب الشيعة فإن قلوب الأحداث إلى حديثنا أميل قلوبكم إلى حديث إمامكم أميل ليس كتلك القلوب المنكوسة في مكاتب المرجعية وفي أجواء الحوزة إنهم مرجئة النجف وكربلاء على أي حال نلتقي غدا نلتقي غدا ونحن براء من عقائد المرجئة والبتريين نلتقي غدا على مودة القيمة والقائم أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله جميعا